تعزيزاً للتبادل الاقتصادي والتجاري في القارة السمراء تشارك الجزائر ضيف شرف في النسخة الأربعين لمعرض الخرطوم الدولي بالسودان التي افتتحت أمس وتدوم حتى نهاية الشهر الجاري التظاهرة الاقتصادية تعرف مشاركة وفد جزائري يتكون من أربعين عارضاً يمثلون شركات عمومية وخاصة ويشكل المعرض منبراً للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين حيث يعد ركيزة اقتصادية أساسية مهمة في توسيع شبكة العلاقات التجارية والترويج لمنتجات وخدمات الدول المشاركة وكذا فتح بنافذة تسويقية جديدة